انبارح وبرغم يعني بعيدا عن الناحية الفنية وبعيدا عن حساب النقط وحسم بطولة الدولة والتتويج أنا شايف أنه اللي حصل ده كان كواس لعبة الأهلي ليه؟ واحد لأنه درس مفيد يعني ورد جدا أنه في أوقات كتير في مطشاط أفريقيا إحنا شخصيا عانينا في أفريقيا كتير جدا بسبب التحكيم يعني مش هفكر حضراتكم بواقع كتير جدا إن رامو بتاعت الترجي اللي جابت جون في النادي الأهلي وغيرها وغيرها يعني مش عايز أرجع للتاريخ قوي كده بس يعني الأهلي يعانى في أفريقيا كتير وتعرض في أوقات كتير جدا لظلم واستفزاز من بعض الحكام وده ورد يحصل فجزء نعتبره بروفا يعني ورد جدا السيناريو ده يتكرر في واحد من مطشاط التلاتة اللي جاين لنا في أفريقيا الجزء التالي طبعا الحمد لله الحمد لله الحمد لله أنه الشناوي تقلق وصد ضربة الجزاء لأنه أعتقد لو الأهلي أو المطش ده كان خلص بخسارة التلاتة نقط والمطش على الرغم أنه مش هفرقوا كتير في مشارب بطورة لكن أعتقد أنه استقبال جمهور الأهلي الخسارة كان هيبقى مختلف وخدوا بالحضراتكم أنه إحنا نكلم على تطبيق العدالة في ملاعب الكورة بنتكلم على مشاعر ملايين يعني لما جمهور كورة يشعر أنه فرقته تظلمت بيبقى في حالة من حالات الغضب وحالة من حالات الاحتقان إحنا تماما في غنى عنها لكن برضو خلينا نبقى موضوعيين مش التحكيم هو اللي أدى لتعادل أهلي في مطش مبارح أعتقد أنه المباراة مبارح إنجازة أنه نطلق عليها هي مباراة للنسيان